بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا خير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى حصة رقم 16 ومضمون هذه الحصة هو القلاب D المتزامن وهذه الحصة سوف تكون تفسيرية وبإذن الله قلاب D سوف يصبح أبسط من بساطة بسيط نعم يا بسيط تلاميذ الأعزاء فاصل ثم نواصل تلاميذ العزيز إذا حاب تحمل سلسلة قلاب DH طريقة بسيطة جدا أضغط على عنوان الفيديو يخرج لك صندوق الوصف تلقى رابطة تحميل ولا إذا كان عندك قارة QR طريقة أبسط وشدير أمسح QR وحيخرج لك رابطة مختصر وحمل سلسلة أما طالبا لفهمين قلابات ننصحهم بمشاهدة حصة رقم 1 من سلسلة الحصة القصيرة في مادة الهندسة الكعربية فهذه الحصة وش هي القاوية القاوم مختصر ومفيد وش يحتاجه في القلب هذا هو الـ QR تحو تلقى رابط تحر أسفل الفيديو واللي عندهم أسئلة أو استفسارات يرسلوني عبر منصة Telegram الرابط في أسفل الفيديو وآخر حاجة تلميذ العزيز إذا حاب تكون مبدع ومتميز ننصحك بتحميل تطبيق المجاني G20 حي ننظم لك كل شيء وبإذن الله العلامة الكاملة للجميع إن شاء الله طلبتي الأعزاء حبيت نذكركم بملخص الحصة 14 و15 بهن كريو الدرس تعنا اللي هو قلاب دي في الحصة الرقم 14 شمعه وش درسنا؟ درسنا منطق جديد اللي هو منطق التعاقبي وش قلنا بكل بساطة؟ المنطق التعاقبي وش هو؟ هو عبارة عن منطق التوافقي مع الذاكرة ولا زائد الذاكرة من بعدها كعرفنا مصطلح جديد الذاكرة صممنا ذاكية إلكترونية بأولوي التشغيل وذاكية إلكترونية بأولوية التوقف وانطلاقا من هذه الذاكيرات صممنا قلابين جديدين إذن القلاب الأول وش سميناه؟ سميناه قلاب أراس إنجاز وش هو إنجاز بوابات نور وقلاب الثاني اللي هو قلاب أراس إنجاز بوابات نان إذن لكم سألكم سؤال وش هو الفرق ما بين القلاب الأول وقلاب الثاني؟ الفرق ما بيناتهم في البنية الداخلية هذا مخدم بواج زوج بوابات نور وهذا مخدم زوج بوابات نان مي عندهم نفس العمل إذا كما تلاحظوا هنا جمعة وش هو القلب RRS هو عبارة عن ذاكرة إلكترونية وش وظيفته احتفاظ بصفر منطقي أو واحد منطقي هذه الذاكرة الإلكترونية وش فيها مدخلين الـ R و S وفيها مخرجين متأكسين أنا وش يهمني؟ يهمني المخرج K ما يهمنيش الكيبار هذا المخرج K يا جمعة جدا عنده احتمالية إذا حاب نشغله ونقلبه في وضع واحد منطقي وش نكتفيله؟ نكتفيله الـ S إذا حاب نوقف المخرج K ونقلبه صفر منطقي ي 좋을ه على شكراً لن نشط So Kee حالة ممنوعة إذا ما نقوله ما هو وظيفة الـ R و ما هو وظيفة الـ S إذا ما هو مدخل الـ Reset هذا مدخل الـ Reset إذا نشيطه و يجعل المخرج في صفر منطقي و يوقف المخرج أما الـ S هو مدخل وضع مخرج Key في واحد منطقي ما معنى؟ إذا ما هو مدخل الـ S مدخل الـ 1 منطقي الـ Q تساوي 1 يصبح Key في حالة التشغيل ولكن ديزاكتيفي الـ R و الـ S مع بعض مخرج يحتفظ بالحالة السابقة ولكن اكتيفيهم في زوج توليت ولي حالة ممنوعة إذا سؤال مطروح أستطيع فرق ما بين قلب R-S إنجاز بوابات NAND وقلب R-S إنجاز بوابات NAND الفرق وين يكون في طريقة التفعيل المدخب إذا كما كما تلاحظون هنا S ما هو الـ 1 يفعله ويقلبه Active وصفر يديزاكتيفي أما S برج ما يمشي بالعكس ما معنى؟ إذا حاب تفعل S برج مثل صفر منطقي إذا حاب تديزاكتيفي مثل واحد منطقي كما هنا S برج وقد تمثله صفر منطقي وما هو ليس فعل وما يدير هذا S يشغل للمخرج Key إذا حاب توقف المخرج Key اكتيفي الـ Airbar ومشي مدله؟ مدله صفر منطقي يقول لي Airbar منشط وش يدير يدير روسات المخرج كي الفرق مبيناتهم في طريقة التنشيط المداخل إذا S الواحد للتنشيط والصفر للتخميل S برج يمشي لعكس صفر للتنشيط والواحد للتخميل تلميذي الأعزاء إذا حاب تفهموا مليح وكل شيء يديره بالتفصيل وروح نشوف الحصة رقم 14 لعنوانها الذاكرة وقلب الـ Airs بالتفصيل مع الأستاذ فقط وكان حصة أخرى مع تلميذي بنمط آخر وش يسموها قلب Airs مع تلميذي حصة رقم 14 وإذا كنت فاهم قلب Airs وفاهم الذاكرة ننصحك مباشرة شاهد الحصة رقم 1 من سلسلة الحصة القاصرة للقلابات ستكتب الملخص تاعدك وبهتعرف راك راك فاهم وروح نشوف الحصة رقم 20 لتلقاوا فيها تمارينات القلابات كنت تحل تمارينات في الخمسة ولا سبعة تمارين ومتلقاش إشكالية أنا مبروك عليك راك فاهم القلابات تلميذي الأعزاء هذا الفيديوهات الرابعة روابطهم تلقاهم أسفل الفيديو والله وش يديره أنسخوا الـ QR لكل فيديو هذا بالنسبة للحصة الرقم 14 تلميذي الأعزاء بعدما كملنا القلابات القيناة إشكالية وش هي الإشكالية؟ أنه لو كان نشاط الـ S و R في L1 تحدث لحالة ممنوعة وش هي الحالة الممنوعة؟ اللي هو الكي واللي يسوي كيبار وهذه حالة غير مرغوب فيها إذا لماذا نقوله سلبية القلابات الرس الغير متزامنة أنه ماذا تحتوي؟ تحتوي على حالة ممنوعة إذا لماذا تلاحظوا هذا القلاب الرس هو قلاب غير متزامن لا يوجد مدخل إشارة ساعة لو كان نكتب له الـ S و R في L1 سيبدأ لحالة ممنوعة إذا لماذا نجنب هذه الحالة الممنوعة؟ لماذا؟ لأن الحالة ممنوعة ستتأثر في تركيب الإلكترونية من بعد ستأخذ مسجلات، عددات، ذاكيرات، هذه الحالة الممنوعة ستتأثر في تركيب الإلكترونية إذن، ما تلاحظوا تقنيين؟ نحن التقنيين يجب أننا نخدموه مزاجه يجب أن نخدموه شيء، يجب أن نخدمو التحديث، إنتح إذن، تقنيين هذو أجمع، ما تلاحظوا؟ خدموا نصحة مطورة ومحدثة من قلاب الرس الغير متزامن هذا القلاب الرس يخدمونه نصحة جديدة، ويجب أن تتخلصوا من حالة ممنوعة ما هي الحالة الممنوعة؟ هي حالة تنشيط الـRS في 2.1 إذن ما شداروا في هذه الحالة؟ إذن جابوا قلب رس إنجاز بوابة ناند، والله يقدروا يحتب قلب رس إنجاز بوابة نوع أنا خيارتكم قلب رس إنجاز بوابة ناند، هذا القلب راح ينغيره فيه، راح يدير له تحديثات، راح يدير له إضافات، وش ما هو الهدف من هذه الإضافات؟ بها تخلصوا من حالة الممنوعة، إذا ما شداروا؟ قلبوا بوابة ناند، المخرج تحدي مربوط بالـS bar، مدخل الأول سماوه G إذن ، ي يخدم خدمة الـS مع أنه G وضع المخرج key في واحد منطقي، مدخل الثاني تحدي البوابة جماعة، تحديم مرحة لفتحها بـK داروا حلقة RTD هنا هنال هذه البوابة الأولى، ومع بعده وش داروا، قلبوا البوابة الثانية، المدخل الأول تحديمه سماوه كالكار يخدم خدمة R، هو المسح، وضع المخرج في صفر، ولمدخل الثاني تحديم مرحة بـK وداروا حلقة الارتداد هذا القلاب أجمعه وش اسمه؟ هو اسمه قلاب GK غير متزامن وش الحاجة مميزة في القلاب GK غير متزامن؟ لو كانتك تيفي الجي والك ما تلقيش حالة ممنوعة راح ينتلقوا حالة جديدة سموها حالة التبديل وهذا الدرس الجماعة تلقوا في الحصة رقم 15 ودارناه بالتفصيل إذن وش هو قلاب GK؟ وش هو قلاب GK؟ هو نسخة مطورة ومحدثة من قلاب RS وش هو الهدف من هذه النسخة؟ هو التخلص من حالة ممنوعة إذن من بعدها يخدموا هذا القلاب GK جماعة شحنوا في علبة هذا الشكل إذن هذا القلاب وش نسميه؟ كده في مدخل GK سميه مقلاب GK غير متزامن علىها غير متزامن ما فيش مدخل إشارة الساعة علىها خدمه قلاب GK لتخلص من حالة ممنوعة إذن G وش وظيفتها؟ إذن G وش وظيفتها؟ كنت نشطها وضع المخرج K في واحد والله نقوله G تشغيل المخرج K والكالعكس ووضع المخرج K في صفر والله إيقاف المخرج K وكل نشط G وK في واحد وش حيصرها هذا القيمة السابقة حيث تبدلها يعمل في حالة التبديل وإذا خملت G وK المخرج K المعزول ويعمل عمل الذاكرة إذن هنا جماعة حلينا مشكلة وتخلصنا من حالة ممنوعة انطلاقا من قلاب GK إذن هذا هو البنية الداخلية جماعة البنية الداخلية ما نتهمكم أعطيتكم فكرة فقط هيا روحوا لي بعدها تلميذ الأعزاء إذن في القلاب GK كان إشكال آخر هذا القلاب ما اسمه قلاب GK غير متزامن وش هو الإشكال أنه صعوبة تحكم في حالة المخرج وش معنى تهذي أستاذ وش ركحة بتقولنا أستاذ دخلوا معايم ليه سؤال مطروح إحنا لها رانا نقراه في القلابات رانا نضيصه في القلابات ما نخدمه تركيب إلكترونية من بعد وش هتخدمه هتخدمه لي سجل وش هو السجل هو مجموعة من قلابات وش هي الذاكرة هي مجموعة من قلابات وش هو العدد هو مجموعة من قلابات وش معناتها قادر يكون عندك تركيب فيه مية قلاب ألف قلاب مليار قلاب هذو القلابات ما تقدرش تحكم في المخرج تحمك إذن هنا عندي صعوبة تحكم في حالة المخرج إذن في هذه الحالة وش لازمني نخدم قلاب جديد فيه مدخل جديد يسمى مدخل إشارة الساعة ولا نسميهم مدخل التحكم على سامنا مدخل التحكم يتحكم في كل قلابات دفعة واحدة إذن ما ش نقوله القلابات غير متزامنة فيها صعوبة تحكم في حالة المخرج وش هي الإشكالات الموجودة إذن أول إشكالية وش هي تحكم في قيمة المخرج بالدقة عند تنشيط مدخلين مع بعض شكول يخليني نتحكم في المخرج بالدقة لازمني نزيد مدخل إشارة الساعة مشكلة الثانية وش هو التحكم في مجموعة من قلابات في آن واحد لو كان من ديش إشارة الساعة ما نقدرش تحكم في القلابات في آن واحد بصحى لو كان دير إشارة الساعة ما دخل مشترك لكل قلابات نقدر تحكم في الخارج دفعة واحدة وبدقة وفي آن ثالثا وش نقدر نديره كي نزيده إشارة الساعة رح نقدر نتحكم في سرعة تغير ما خرج عن طريق زيادة التواتر إشارة الساعة كل ما زيد لفريقونس ننقص سرعة الخرج إذن وش هو الهدف التاعنا راح نخدمه نسخة مطورة محدثة جديدة هذه النسخة وش نسميه نسميه قلاب جيكا متزامن وش معتها متزامن راح نجدوله مدخل إشارة الساعة تلميذي الأعزاء لما هوش فاهمين قلابات المتزامن وقلابات جيكا طريقة بسيطة جدا روحوا الفيديو رقم 15 قلاب جيكا مع تلميذي وهذا هو الكيو آر انتعوا هذا أنا وش عطيتكم أعطيتكم ملخصة المفهيم إذن وش نديرو نخدمه نسخة مطورة محدثة من قلاب جيكا الغير متزامن إذن وش نديرو إذن نجيبه قلاب جيكا غير متزامن هذا هو وش نزيدو نزيدو له تغييرات والتحديثات به نوصله إلى نسخة جديدة إذن وش نجيبوه نجيبو بوابة ناند ما تخلوه نسميه نفسه جي ونجيبو البوابة الثانية ما تخلوه التحان نسميه كا والمدخل الثاني تعالبوبة ناند العليا ومدخل الأول تعالبوبة ناند سفلة نجيبوهم كتلة واحدة بهذا الشكل وهذه النقطة نسميها أش اللي هي أوررش معانتها إشارة تسعة تلقاوها باسم سيكا معانتها ممكن تلقاوها باسم تي معانتها تايمر وممكن تلقاوها بالأش معانتها أوررش هذا كامل مصطلحة الإشارة تسعة إما أش ولا سيكا ولا تي إذن في هذه الحالة أجمع واش درنا خدمنا قلب جديد في مدخل إشارة تسعة أي قلب في مدخل إشارة تسعة واش نسميه سميه قلب متزامي وأي قلب كيف نسميه سميه انطلاقا من المداخل التاع إذن كدر عندي مدخل جي والكا إذن هذا واش نسميه سميه قلب جي كا آش متزامي من بعدها هذو التقنيين هذو شدروا لهم هذو البوبات شحنهم في علبة واحدة وهذا هو رمز المختصر القلب جي كا متزامي يشوف الحصارة رقم خمسةاش. فيلميدي الأعزاء هذا هو الملخص المفيد لحصارة رقم ربعتاش وحصارة رقم خمسةاش. لحصارة رقم ستاش راح ندرسه قلب دي. لو كن نسألك وش هو القلب دي المتزامن? اكيد احجاوبني بكل بساطة وش هتقول يا استده? هو عبار عن نسخة مطورة ومحدثة من قلب ارس ولا قلب جيكا. وش فيه? في مدخل اشارة الساعة اللي هو مدخل التحكم صحي هكذا تعجبني هذا هو قلب دي. مي معليش هركز معي منيه. لو نعطيك هذا التركيب ونقولك وش هو هذا التركيب? راح تقولي يا استده هذه عبارة عن ذاكية الثرام. وش هي ذاكية الثرام? هي مجموعة من قلبات. كل قلب وش يدير يحتفظ بالمعلومة اللي قادة تكون صفر منطقي ولا واحد منطقي. من بعدها تسأني السؤال كيف ادخل معلومة الى راب? وكيف اخرج معلومة من راب? معنتك عندي مدخل واحد يدخل للمعلومة. وعندي مخرج يخرج لي معلومة مرة. اذا وش نقولو? هذو قلبات باش مخدومين? علامات الاستفاع. اذا هذا وش هو عبارة عن ذاكية فلاش ديسك? وش هو ذاكية فلاش ديسك? هو عبارة عن مجموعة من قلبات بنص الطريق وش وظيفة احتفال بصفر منطقي ولا واحد منطقي. هذي وش هي ذاكية روم. سعتها ربعة جيجا اوكتي. وش هي ذاكية روم? هي مجموعة منقلابات كل قلب يحفت عفظ بالمعلومة. اذا راح نسألك سؤال هذي رام وهذا فلاش ديسك وهذا رام باش مخدومة? احتجاوبني تقولي مخدومين بالقلابات. مي هذي الذاكية رام ولا روم تحتاج مدخل واحد. مع انت مدخل يدخل المعلومة. مي قلابات اللي درسنا من قبل فيهم عدة مداخل. اذا سؤال اح نسألوه لك. وش هو القلاب اللي خدموا بها رام و روم وذاكية فلاش ديس. اذا ستجاوبني بكل بساطة. ستقولي يا استاد نخدموا قلاب جديد. سيكون في مدخل واحد فقط ليدخل المعلومة. وهذا القلاب وش نسميه هو قلاب دي. اذا وش هو قلاب دي? القلاب دي بكل بساطة هو نسخة مطورة من قلاب اراس. زلنا تعديلات وتغييرات. وقلبنا فيه مدخل واحد. وهذا مدخل بالطبع وش هنسميه? نسميه مدخل دي. اذا وش نقولوه قلاب دي? هو نسخة مطورة ومحدثة من قلب ارس غير متزن مع انت كل قلبات الجديدة وش هي هي نسخ مطورة من قلبات ارس سواء انجاز بوابات ناند او قلب ارس انجاز بوابات نار اذا نجمع لك انها نجيب قلب ارس انا سنخدم قلب ارس انجاز بوابات ناند تلميذي العزيز ذركو شحن دي راح نصمم قلب دي اذا قلب دي وش هو نسخة مطورة من قلب ارس سواء نخدم قلب ارس انجاز بوابات ناند ولا انجاز بوابات نار إذن نخدم قلب D إذن أول حاجة وش نرسل نرسل قلب LS إنجاز بوابات ناند تلميذ العزيز البونية الداخلية ما تهمكش ميدد الفكرة كيف خدمنا قلب D إذن نجمع قلب S bar و R bar وش فيه فيه إشكالية وش فيه في الحالة الممنوعة نتخلص من حالة ممنوعة وش لازم نجيب زوج بوابات البوابة الأولى ناند مدخل التاحة نسميه S بسكولها هذه S bar كده لها بوابة ناند هي تولي S إذن S تفوت على بوابة نافئة تولي S bar ونزيد ونرسل بوابة السفلة إذن مدخل التاحة الثاني وش هو اللي هو ال R ال R كيف تفوت على بوابة ناند ولي R bar إذن هنحوو تقلب S و R من بعد وش هنزيد ومدخل التاحة البوابة الثاني نرسل بمدخل التاحة البوابة الأول ونسميه هذا المدخل S إذن حد الآن وش خدمت خدمت قلب R S H إذن R S H متزامن ميد درس تاعي ماش يقلب R S H متزامن القلب لحنا ندرسه اليوم هو قلب D في مدخل واحد هناك ده كين مدخل كين مدخلين S و R وإش داروا التقنيين هذا ال S زادوا له بوابة ناند وربطوه بال R وهذه النقطة وش سموها سموها مدخل D إذا مش راكم تلاحظوا تخلصنا من المدخلين ال S وال R وارسمنا مدخل جديد D من بعدها وش ندروا هذو كامل بوابات نزرعوهم ولا نحقنوهم في علبة واحدة إذن هذا القلب وش هو اللي يسميه يسمو قلب D لماذا في مدخل واحد عش معنتها متزامن إشارة الساعة تعمل بالمستوى العالي هذا هو القلب D إذن وش هو القلب D يجمع عليها لازم نستحرموا قلب D قلب D بكل بساطة وش هو قلب Rogers لعشfoundins وقلبكوا بأنها'm in Spanish يعني السميه لو人 찾 experient læ戰 Live عند وجود إشارة الساعة يدخل واحد منطقي عن طرق مدخل D ويخرج واحد منطقي عن طرق مخراجك أو يدخل صفر منطقي عن طرق مدخل D ويخرج صفر منطقي عن طرق مخراجك لذلك سمي بقلاب CR19 يحتفظ مع الن Use صفر ويحتفظ مع النهojات لأحدmanuel مل்اخل کے ماجرidaire게 أناтра يعتمد على ادخال وإخراج المعلومة كيف يدخل معلومة؟ يدخلها عن طريق مدخل دي كيف يخرج المعلومة عن طريق المخرجة؟ كي؟ إذن ما نقوله؟ إدخال وإخراج المعلومة المعينة انطلاقاً من واش؟ من إشارة الساعة كتعد كنت إشارة ساعة يمد أوطريزة سبا تدخل معلومة وتخرج كتعد ما كاش إشارة الساعة يبقى محتفظ بالمعلومة إذن هيا نجاوب إذن قلب دي واشي هو المتزامن يحتوي على مدخلين؟ إذن واشي هو المدخل؟ الأول هو مدخل دي واشي يسميه مدخل معلومة معانده هو ليدخل صفر منطقي ولا يدخل واحد منطقي والمدخل الثاني واشي هو ليش فيناه من قبل اللي هو إشارة الساعة اللي يمد أوطريزة ساعة لو كان ما تكونش إشارة الساعة ما يدخلش المعلومة ما يخرج المعلومة ويحتوي على مخرجين متعاكسين هذا المخرج كي والكيبار وشي هو المخرج من فيه ما نحن دي ماه نركزه نركزه على المخرج الكي ترميذي أن أرخذ معايل ما here أقلب وشي يسميوه سمقه القلب المقلد عليه ع Flux أرغب ماotros يسميه القلب المقلد وشي يدخل المخرج Hell الكي ما يقلد waves كين دي بشر في حالة تحضر إشارة الساعة إذا ماش نقولون إذا كانت إشارة الساعة مفعلة وشي دية الكي الكي يخرج المعلومة اه الد إذا كان ال dr przew يصلى як واحد بشر عند وجود إشارة ساعة إذا كانت إشارة ساعة خاملة وما كاش لإذن هنا ما نقدش ندخل المعلومة وهنا وش نقوله قلب يحتفظ بالحالة السابقة كما شفناها في قلبات الأخرى كتعود كل شي معزول إذا كانت دي إذا كانت إشارة ساعة ما كنش في هذه الحالة الكيو وش نقوله عليه معزول يحتفظ بالحالة السابقة تلميذي الأعزاء اللي حاب يفهم قلب دي بالتفصيل وشوف أفكار عليه أخرى وش يروح يشوف يروح يشوف الحصة رقم سوطاش معه تلميذي تلقوا فيها أفكار أخرى وهذا هو الكيو آر انتح التلميذي الأعزاء أرواحهم نشرحوا قلب دي نشرح قلب دي وش لازمني لازمني جدول تشغيل هذا جدول حقيقة هو اللي يشرح لك طرق عمل قلب دي إذن بهنا من لو جدول حقيقة أول حاجة نبهكم بها جماعة كيميذلك قلب لازم تعرف تخرج العنوان كما هذا القلب يحتوي على مدخل دي واحد وفي مدخل إشارة ساعة إذن شتكت هنا يا قلب دي متزامن قلب دي متزامن لماذا؟ لأنه في مدخل إشارة ساعة بعد ما عرفت لي اسم تاعه بعدها وين رحوا رحوا إشارة ساعة باش فعالة هل هي بواحد منطقي ولا صفر منطقي ولا جبهة صعيدة ولا جبهة نازلة كما كنت لاحظوا هنا عندي خط مثلاث إذن إشارة ساعة فعالة ولا تنشط بالحالة الانتقالية من صفر إلى واحد لحظة هذه اللحظة يسميها جبهة صعيدة في الجبهة الصعيدة وش يدير إذا أعطيت له هذا القلب جبهة صعيدة الكي وش يدير يقلب دي وش يلقى في دي يخرج الكي هكذا إذا كانت ما كانش إشارة ساعة الكي هذا الجديد وش يدير يحتفظ بالحالة سابقة ويعمل عمل ذاكرة إذن وش نقوله هنا يا الآش هي إشارة ساعة فعالة بالجبهة صعيدة فقط والدي هذا وش سميناها جمعة سميناها مدخل المعلومة من بعد وش رح نديره وذركه رح نملو جدوى الحقيقة هذا الجدوى الحقيقة وش فيه نبدو الأولوية الأولى هي الآش هي الأولى ومبعدها الأولوية الثانية دي ومهنا وش أعطيتكم كي أن وش معناتها الحالة السابقة إذا كان ذاكرة بهم نقوله يحتفظ بالمعلومة وكي أن زايد واحد هو قيمة المخرج جديد رح نحوس عليه وكي أن زايد واحد باره هي قيمة الجديدة المنفية اللي حتكون عكس كي أن زايد واحد إذن هاي نبدو بإشارة ساعة إشارة ساعة قد فيها احتمال فيها احتمالين يتكون خاملة نكتبو خاملة وكتا تكون خاملة كيتمد لها صفر أو واحد لماذا صفر أو واحد؟ لأنه تعمل غير بجبهة صعيرة وكتا تكون منشطة إشارة ساعة كيتمد لهذه الجبهة هذه اللحظة بارك تقدم غير بالنقطة هنا الجبهة الصعيرة وش نقوله عليها منشطة إذن وش نقوله هنا جمع رحو إشارة ساعة خاملة بما أنه إشارة ساعة خاملة بكل بساطة بما أنه مكانش إشارة الساعة نقولوش يدير كي يحتفظ بالحالة سابقة ما يهموش قيمة دي سواء كان صفر أو واحد على ما يهموش لأنه لا توجد إشارة ساعة ما كانش ألئذ كما قدت لكم تلميذي الأعزاء إشارة الساعة كما صفرت بداية المباركة لو كان الحاكم ما يصفرش لعبين وش يديرو كل واحد يحتفظ بالحالة السابقة انتعو كل واحد يحتفظ بالمكان انتعو هاي نبدأ بما أنه إشارة الساعة خاملة جمعة ماذا يعتبر بمعنه، بما إن اشارة ساعه خاملة القلب يحتفظ بحاله سابق إذاً Qn هذه السابقة عنده إحتيام اي صفر اي واحد, هنا مش نكتبه صفر إذا كانت حالة سابقة Qn 0 ، ومكن مش إشارة الساعة, Qn زيد 1 تحتفظ بالحاله السابقة إذاً بمعنه إن إشارة ساعة خاملة , ماذا يعتبر بحاله السابقة، إذاً Qn زيد 1 تحتفظ بال Qn إذا كانت Qn تساوي 0، إذاً Qn زيد 1 للجديد تساوي 0 وهنا في تحت تسوي واحد وهنا وش نقول ذاكرة لما ذاكرة بسبب خمول إشارة ساعة كنت عد إشارة ساعة خام لو مكاش مداخل إرغام هنا القلاب ديما يحتفظ بحالة سابقة هذا الاحتمال الأول إذا كانت الحالة سابقة كيان تسوي صفر لا متهم أمني القيمةدي إذا كانت الحالة السابقة أنا القديمة كانت واحد منطقي وإشارة الساعة كانت خاملة إذاً القلب يحتفظ في الحالة السابقة слышية الحالة السابقة年前ację إذا الحالة الجددة تساويunt واحد الحالة منفية هي إنز الهادة بسبب إشارة الساعة إذا الأنقلمة ستكلم إذا قلبك كامل إذا كانت إشارة الساعة وإذا أتى إشارة بنص выход على مدل سلق clocks مغ يددرسون ما شاء الله المخرج يحتفظ في الحالة السابقة ونذهب إلى الحالة الثانية تكون إشارة ساعة منشطة لا يمكن أن تكون إحتمال دي قد يكون صفر و قد يكون واحد إذا كان دي يساوي صفر الحالة السابقة لم تهمنا إذا ما نقول في هذه الحالة المخرج يقلد مدخل إذا بما أن دي يساوي صفر هذا الصفر يذهب إلى كي إذا كان دي يساوي صفر و هنا في التاحة واحد إذا ما نقول تقليد صفر إذا المخرج قلد مدخل YDIT ni se pastoral ni secai de F1 ni pastoral ni secai de F1 ni secai de F1 ni secai de F1 ni secai tfax Barry. Il yandere tamro قلب دي بكل بساطة قلب دي الكي يقلد المخرج إذا كانت إشارة ساعة والكي يحتفظ بالحالة السابقة إذا مكانش إشارة ساعة طلبة الأعزاء بحزين ونفهم مليع قلب دي وش نعطيكم نعطيكم محاكية الحمدكم بسيميلاسيو ويا ركزو معايا كما كنتلاحظوا هنا يا قلب دي اللي يعطيت لكم وشي هو لازم تعرف لي العنوان إذن هذا القلب ماذا يسمى يسمى قلب دي بما أنه يحتوي إشارة ساعة نسميه قلب دي متزامن وإشارة ساعة هذه على شكل واش على شكل خط مع أنه واحد للتفعيل وصفر للتخميل إذن إذا حبيت تنشط إشارة ساعة مثلها واحد منطقي من بعدها الكي وشي دير يقلد دي إذا خملت إشارة ساعة مثلها صفر منطقي وش يولي دي معزول يولي كي وشي دير يحتفظ بالحالة السابقة هيا نبدأ نتعرف واش معا شوفوا هنا يا هنال ضغطة كما كنتلاحظوا مفتوحة معانتها آش يسوي صفر معانتها آش شوي معانتها مخملة لو كنا نضغط على دي نغلق ونفتح ميسر أولو شوف ميسر أولو لماذا لماذا لأن المخرج كي معزول لماذا معزول لأنه إشارة ساعة خاملة معانتها هنا قلب دي وشي دير يحتفظ بالحالة السابقة بس حاجمع ركز ومعا يمليه لو كنا نغلق الضغطة هذه كما كنتلاحظوا هنا وشي ولت مغلقة آش وشي ولت مفاعل إذن وشي ولل كي ينقل ولا ينقل معلومة من دي معانتها الكي ينقل معلومة من دي بما أنه ضغطة مفتوحة دي وشي ساوي الثفر اذا كي يساوي الثفر مسباح وشبه Wishby مواطفا لو كننغلق هذه يا شوفوا لدي يساوي واحد الكي يساوي واحد لماذا يساوي واحد الكي يقلد دي ووقتها يقلد دي لازم إي شرات ساعة لازم تكون منشطة شوفها يقلد ويقلد وواحد سفر وواحد سفر وواحد لو كننفتح الضغطة هادييتها شوفها معي مليح دغطة معانتها احتفاظ لو كننفتح دي احتفاظ بالحالة السابقة واحد على احتفاظ بالحالة السابقة واحد لأنه إشارة ساعة خامنة نغلق إشارة ساعة وشي واللي كي يقلد دي واحد يقلد واحد صيفر يقلد صيفر هذا هي محاكاة قلاب دي المتزامن هذا هو قلاب دي بكل بساطة هيروح لي بعدها هذه الأعزاء بها نزيدوا انثبتوا المفهوم بتاعنا بنسبة قلاب دي أعطيتكم تمارين أعطيتكم زوج أمثلة بسيطة جدا لاحظوا المثال الأول وشي هو وشي هو إخي قلنا باه نفهموا القلابات لازمنا نعرف ونخرجوا العنوان كيما المثال الأول ابحركوا معينمليه المثال الأول يصبرون تلاحظو عبارة عن قلاب دي متزامن لماذا متزامن في إشارة ساعة هنا إشارة ساعة سماية لك إشارة ساعة قد يسمي لك تي ولا آش ولا سي كار اوكي هنا سماية لك إشارة ساعة تعهودة باش تعمل تعمل بالجبهة الصعيدة والقلاب الثاني وشي هو هو قلاب دي متزامن لماذا لأنه فيه إشارة ساعة وإشارة ساعة سما لتي موش فيها موثلث دائرة مع عندها تعمل بالجبهة النازلة هي لحظة الانتقالية من واحد إلى أصيفة سؤال مطلوب هنا يوش هو سمي لي هذا القلاب وكملي المخطط زامني كملي المخرج كي إذن كيف ها نكمل مخرج كي إذا نجمع لها نقصف القلابات باه نتعلموا نكملوا المخرج الكي إذا نجمع وش هي الاستراتيجية نديرها باه نكملوا هذا المخرج أولا لازمنا نعرف اسم القلاب نكتبه مع بعض إذا هذا القلاب الأول هو قلاب دي متزامن لماذا يحتوي على إشارة ساعة تي حيث إشارة ساعة تي المقاتية فعالة بالجبهة الصاعدة كيف عرفتها جبهة مثلث صاعدة ما كانش نفي تلقى مثلث جبهة صاعدة تلقى مثلث دائرة جبهة نازية تلقى خط فعال بالمستوى الأعلى تلقى خط ودائرة فعال بالمستوى الأدنى بعد ما خدمنا وعرفنا الاسم بتاع هذا القلاب بذلك وش نديره نروح نكملوكي إذن تلميذ الأعزاب هنكملوكي لازمنا خطوات أول حاجة وش لازمنا لازمنا نعينو الجبهات الصاعدة في مقاتيتي إذن وش معنة جبهة صاعدة تصعد وش معنة تصعد تصعد من صفر منطقي الواحد منطقي من زيره فولت خمسة فولت إذن هذه إشارة ساعة وراءة جبهة إذن هذه نسميها جبهة صاعدة هذه جبهة نازلة أنا وش نحتاجه جبهة صاعدة لحظات الانتقال عندي هذه وعندي ثانية ثالثة رابعة خمسة ساعة هذو كامل نسميهم جبهات صاعدة تلميذ الأعزاب بعد رسم الجبهات صاعدة وش نديره نديره إسقاط لكل جبهة على مخرج كي لماذا لأنه هذا القلب يتأثر غير بجبهة صاعدة معنة ندرسه غير هذه الجبهة صاعدة عندي جبهة الأولى جبهة الثانية ثالثة رابعة خمسة ساتسة هنا يكملنا إسقاط الجبهات من بعده وش دي تخرجوا قيمة الكي انطلاقا من الجبهة الصاعدة والمدخل دي إذن الحالة السابقة جمعنا نعتبرها صفر من بعدها ركز معي مليه في الجبهة الأولى ركز معي مليه إذن دي وش يسوي يسوي صفر وهنا كينا جبهة ولمكيش جبهة كينا إذن ولمكيش كينا الإذن إذا نقلب دي هنا وش يدي المخرج كي وش يدي قلت دي وش يلقى في الدي يخرج إذا وش يلقى دي دي وش تسوي تسوي الصفر معنات هنا وش تسوي تقليد صفر تبقى صفر إلى جبهة الموالية ما بين الجبهة الجبهة جمعة ميهمناش لماذا لأنه هذه واحد منطقي وصفر منطقي هنا إشاطة ساعة تكون خاملة وهنا قلب دي يحتفظ بالحالة السابقة معنات هكي مدلي إشاطة ساعة جبهة صحيرة وجبهة نزيلة ندرسل إلى الجبهة ما بين الجبهة وجبهة ميهمناش دي ما حالة احتفاظ كي ما هنا نقطة هذي في القناة القناة الصفر إذا هنا قلب دي قلت صفر تبقى صفر صفر احتفظ احتفظ إلى جبهة الثانية رحونا ندرسل جبهة الثانية ركزوا معي منه جبهة الثانية دي وش يسوي يسوي مستوى الأعلى مستوى الأعلى وش معانتها واحد منطقي إذا قلت هنا وش يقلد يقلد واحد منطقي إذا نقوله تقليد واحد وش يولي ولي واحد ويبقى احتفاظ جبهة الثالثة متهمنيش هنا وش راكي روحوا الجبهة الثالثة ركزوا معي منه دي وش يلقينها واحد منطقي إذا كي يقلد واحد منطقي إذا هنا وش يقوله تقليد واحد ويبقى واحد ويبقى احتفاظ الجبهة الرابعة الجبهة الأبو diverse ركزة المقلقة دجرة لكي الأبو من المجال الجبهة سادذة و كيف حابق الأبو ب 후보 لك سوف تقدم و اتركها المقلقة و يتبع الإساعة وبน 입ك 오ية السابقة إذا هنا وشاكم تلاحظوا بأن تخرجوا مخرج كي وش لازم نشوفه نشوفه إشارة الساعة لازم تكون مناشطة وفي النقطة هذه رح ندرسوا دي إذا كان دي يساوي سفر كي يساوي السفر إذا كان دي يساوي واحد كي يساوي واحد بكل بسطة هذا هو المخطط الزمني قلاب دي متزامن تي تعمل بجبهة صعيدة رحوا المثال الثاني بنفس الطريقة بأن قبل ما نرسمه المخطط الزمني لازم نتعلم ونخرجه اسم قلاب إذا هذا قلابوش فيه في مدخل دي إذا نسميه قلاب دي في إشارة الساعة نسميه متزامن وبعد إشارة الساعة فعلبوش مثلث ضائرة معتها جبهة نازلة إذا نكتب هنا قلاب دي متزامن حيث نقاتيته فعالة بالجبهة النازلة إذا بنفس الطريقة قبل ما نخرجوا الكي لازم نخرجوا جبهة نازلة من بعد كين خرجوا جبهة نازلة نديروا إسقاط الجبهة على المخرج كي ومن بعدها ندروا إسقاط ندرسوا هذيك النقاط وشوفوا دي ونخرجوا المخرج كي وما بين جبهة وجبهة احتفاظ إذن هين نبدو بما أنه قلب دي هذا يخدم بجبهة نازلة جبهة نازلة وش هي هي لحظة نزول من واش من مستوى الأعالي مستوى الأدنى مع أنت هذه جبهة نازلة واحدة هذه اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أطلق سيواج ما عاد تقولي هذه جبهة نازلة هذه لحظة صعود جبهة صعيد بعد ما أخدمنا جبهة نازلة وش ندير لهم إسقاط نولا ثانية ثلاثة أربعة خمسة ساتسة من بعدها حالة سابقة مادة معطاها لش نعتبرها صفر من بعدها كي نوصل هنا استوب على استوب هنا كي نجبها نازلة بما أنه كي نجبها نازلة كين إذن مع أنتها هنا المدخل تحكم إشارة ساعة مادة الإذن للمخرج بها يتغير بدلالة المدخل دي إذن وش نقوله هنا بما أنه دي ساوي واحد المخرج يقلد واحد إذن تقليد واحد وش تولي هذه واحد وتبقى ذاكرة 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 إلى جبهة الموالية اثنين جبهة الموالية اثنين توقف إذن دي هنا وش يساوي الصفر مكانة اوتوريزاسيو إذا المخرج بها يقلد الصفر إذن تقليد الصفر يهبط للصفر ويبقى ذاكرة ذاكرة إلى جبهة الثالثة جبهة الثالثة توقف stop إذا مش تلاحظوا المختلفة بموض eld lonهية بموضع كبيرة ومن ثم تدخل أيضا وان كنتم ج بموضع كبيرة إذن قلاب يقلد الصفة وهنا يكملنا مخطط زمني للقلاب الثاني وهنا تلاميذ الأعزاء عرفنا باللي قلاب دي هو قلاب البيانات شو وظيفة نتعوه؟ وظيفته يسمح بإدخال البيانات يا صفر منطقي ولا واحد منطقي وعليه نقرأ قلاب دي نخلم به الذاكيرات كما رام روم ذاكية فلاش إلى آخره وعرفنا وشو وظيفة قلاب دي وظيفته المخرج كي يقلد دي في حالة وجود إشارة ساعة وإذا كانت إشارة ساعة خاملة وشدير مخرج يحتفظ بتلك المعلومات يحتفظ بالحالة السابقة تلاميذ الأعزاء وصلت للنهاية للحصة موقع لي نقولكم غير سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر